السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعجبك الفيديو ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا انتدي مرحبا بارك الله وفك ان شاء الله يعني العبادات اللي غتكون فيه يعني افن يقوم ليل كامل او اللي عنده عبادات معينة وضح لنا فضل ان شاء الله وعنده سؤال ثاني لدي حزوجة دلي دبعا عنده حاملنا في شهر التالت ودبعا سيديو من خارجاتك ما قديش نكملها يعني عندها تتشروعك محلة الاطرات على شوية الصيام ايا يا سيدي وخه وخه سدي جاود اخبروا الله يعني اللي جزء كبير ايا وخه سدي بارك الله وفك سدي جاود شكرا جزيلا على هذا التواصل بالنسبة للعاشر الاواخير سدي جاود شنه العبادات العبادات كلهم زينة في العاشر الاواخير انا اقول باللي قيام او ادراك ليلة القدر لا يكون فقط بالسجود والركوع وقراءة القرآن ادراك ليلة القدر يكون كذلك ببر الاباء وبر والاحسان الى الابناء ادراك ليلة القدر يكون بسلط الرحيم يكون بكسب القلوب بادراك القلوب هذه من افضل العبادات افضل من غيرها لان السرور الذي تدخله على قلب ابيك وعلى قلب امك هذا افضل عبادة تتقرب بها الى الله افضل من عبادة الركوع والسجود ومشي انني قلت ها سيد بن بيس السملي قالها قيل له يا رسول الله واي عمل احب اليك قال ادخالك السرور على قلب المؤمن قال فما قيل فما سرور المؤمن قال اشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء ذينه ولا ان امشي مع اخي في حاجة حتى يقضيها احب الي من ان اعتكف في مسجد هذا شهرا يقول سيدنبي صلى الله عليه وسلم فهذه كذلك من الاعمال التي ينبغي ان تفطن اليها وان تكون حاضرتان في يعني في هذه العشر الاواخر من ايام رمضان صلة الرحيم نعم واما واش لعبادك تكون في الليل كله بمعنى هدك القيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم تصف عائشة وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من شهر رمضان احيا ليلة احيا ليلة وايقظ اهله وجد وشد مئزره شد المئزر هذا اشارة الى الاستعداد تنقولوا احنا بنا دمكي تحزم ما معنى كان تحزم كان تحزم لهذا ما تنولي مستعد لها وانا مشمر وبعض الفقهاء رأى بان شد المئزر المراد به انه كان يعتزل النساء وهذا بعيد هذا بعيد لان الله تعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم فهذا الامر اباحه الله تعالى وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم على نفسه شيئا اباحه الله تعالى له لكن العرب حينما تقول شد المئزر لشيء تقصد انها تستعد له تستعد له وتشمر له وتكون عازمة على اتمامه فالنبي عائش رضي الله عنه تصف رسول الله بانه كان يتعامل مع هذه العشر الاواخر بنوع من الحزم اذا دخل العشر الاواخر احيا ليلة ما معنى احيا ليلة احيا ليلة ما تعنيش هدى ابن النبي سلم كان الليلة كله يحييه في طعاتله ابدا وانما المراد انه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني نفس البرنامج النبي سلم تجي واحد الوقت يفق صلى الله سلم تينعس كيتش شو تينعس وكيفق واحد وكيدر شي باركة هذه الباركة كيدرها 11 كان نبي سلم مرة يصلي 11 ركعة مرة يصلي 13 ركعة مرة يصلي 9 ركعات وهي اخر ما كان منه صلى الله سلم انه كان يصلي سبعة ثم يصلي واحدة ثم يقوم ويصلي ثنتين هذا كان هو اخر هذه النبي سلم في قيام الليل فثبت عنه انه قام ليلة ب11 ركعة نعم وحتى عائشة تقول ما صلى رسول الله صلى الله سلم في رمضان ولا في غير رمضان اكثر من 11 ركعة نعم فتتكلم على رمضان انه صلى 11 ركعة في حين انه ثبت كما في البخاري انه صلى 13 ركعة وما سئل النبي سلم عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى ججر كعات ججر كعات ججر كعات فاذا خشي احدكم الصبح فليؤتر بواحدة على قل الامر فيه ساعة وكان السلف يقومون بستين وثلاثين او بتسع وثلاثين ركعة وكانوا يقومون بإحدى وعشرين او ثلاثين وعشرين ركعة وكانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة فالامر فيه يعني تخير الناس يصلوا ما بدلهم لكن رسول الله سلم لم يكن ملعشه وكيصلح تالصبح وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كيتعش وكينعس وبعد ذلك كيفيق وكيصلي شبارك وكيعوتاني ينعس ويفيق الصلاة الصبح من أجل أنه تسحر ويصلي صلاة الصبح هذا هو إحياء الليل أحيا ليلة وأي قضاء له يعني أنهم زيان أن هذا الأمر تكون مشترك فيه حتى الزوج مع الزوجة يعني الرجل ينعس ويفيق واحد لقتال وقت أن الناس يكونوا خدامين يعني مشيقا الناس يسير لهم أنهم يعني يدوزوا ساعات طوال يعني في الليل للقيام ولكن بحكم العمال وبحكم التعب يخصوا ولو هين واحد من نصف ساعة ولا ساعة إلا ربع والزوجة وكذلك حتى الأبناء إلا كانوا يعني يعني قاضرين على أنهم يفيقوا معدهم ما غير يشوش عليهم هذا الأمر على صحتهم وعلى قريتهم حتى ينضوا يدركون باركة هذه الليلة هذه الليلة رأى مباركة رأى الله تعالى قال إن نزلناه في ليلة مباركة نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم باركة هذه الليلة مقوم على السؤال الأخير جالك سدي جواد وهو أن المرأة الحامل نعم إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها ولم تستطيع أن تتم الصوم فيجب عليها إذن أن تترخص بهذه الرغصال لعطاها الله تعالى أنها ما تصمش ما تصمش تفطر وتقضي هذه الأيام إن شاء الله بعد ما توضع إن شاء الله بالسلامة والعافية وتولي بخير وعلى خير وتحيض الرضعة ممكن أنها بعد ذلك كأنها ترد هدوك لأيام لكانت أفطرت أفطرتهم في رمضان لأن هي ليس مسؤولة فقط على نفسها مسؤولة على نفسها وكذلك مسؤولة حتى يعني الحميل يعني الآن هو تلشهور يعني صار حميلا لم يعود جنينا لأن الجنين هو في شهرين الأولى بعد ذلك ما كيبقى الجنين كيتمح حميل لأنه بدك يبان الجنين هو أصلا ما تيبانش ولهذا سمي جنينا من الجيم والنون والنون كتلع الخفاء ومنه الجن لأنه ما كيبانش ومنه الجنة لأن الله تلست لها يعني إلى غير ذلك فهذا الحميل محتاج للصحة محتاج للعافية محتاج للطعام محتاج للغيذاء إلى آخره وهو يعني يستمد هذه الأمر كله يستمدها من أمه فلذلك على المرأة انتبه إلى هذا المسائل وهو أن الله تعالى رعطها الرخصة الله تعالى رعطها الرخصة قال الله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرى هذه الآية تأولها في الشيخ الكبير ويتأولها كذلك في المرأة الحامل ويتأولها في المرأة المرضع نعم فهو يرى بن عباس رضي الله عنه يرى أن المرأة الحامل أنه لا تفطر يعفوا لا تصم وإنما تفطر وفقهاؤنا يرون بأن المرأة الحامل كذلك هي تفطر لها ان تفطير اذا خافت نفسها او على ما في بطنها وما قدتش على الصيام او حتى لك انت يقد على الصيام ولكن خافت لا تقع شيء هلكل هدك الحميل ان هاد الصيام يأضطر عليه حيث بعد مرة تقول لك المرأة لا انا قادرة نصوم مزينا للا تكوني قادرة تصومي ولكن واش هاد الصيام ما غادش يأضطر على هادك شيء اللي في البطن ديالك لها قلت لي ما عرفتش نقول لها ايه ولا لا اعطاك الله الرخصة ايه وترخصب هاد الرخصة هدي وسلي فطري مع عرصاتك وكل يمزيان كل يمزيان واش عندك اليقين اكيد ما عندكش اليقين طيب واش استشرطي مع الطبيب هذا امر مهم جدا الامراء اللي عندها مثلا شكو نطرول عند الطبيب وهي حملة تصول الطبيب بالله يخليك واش ممكن نصوم لما نصوم شو بيقول لها شنكين كده الاعراض اللي حسيتي بهذه وهذه الاخصي تقوليه لاخره واضح هذا الامر الاول السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله